عقد عرض من النشطين العراقيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمرا صحفيا بشأن ثورة تشرين والانتهاكات الحكومية والميليشيوية المجتمرة بحق المتظاهرين وأكد نشطون اعتذاء الميليشيات بالأسلحة المختلفة على التظاهرات السلمية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 متظاهر وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين فضلا عن استمرار عمليات الخطف والاعتقال مدى السنين الماضية كانت هناك موجات من المظاهرات والاحتجاجات والتذمر تزداد يوما بعد يوم وفي المقابل لم تكترث الطبقة السياسية الحاكمة في هذه الاحتجاجات ولم تعمل على حد هذه المشاكل بل بالعكس أصبحت أحزاب السلطة ترعى مصالعها فقط على حساب قوت الشعب ومستقبل أبنائه جبيت هذه الاحتجاجات منذ بداية اندلاعها باستخدام العنف المفرط من قبل الجهات المسلحة والميليشيات التي هي جزء من السلطة الحاكمة وعد هذا العنف إلى حد الآن إلى سقوط أكثر من 700 شهيد وجرح حوالي 30 ألف من المتظاهرين السلميين إضافة إلى العشرات من حالات الاغتيال ومن المخطوفين والمغيبين الذين لم يطلق سراحهم لحد الآن رغم المناشدات الشعبية والدولية المتكررة ولم تقم أجهات الحكومية لحد الآن بتوفير الحماية للمتظاهرين أو إيقاف العنف ضدهم ولم تجري أي تحقيقات لمعرفة الجهات التي تستخدم العنف ولم تقدم أو تفعل أي شيء بتقديم القتلة أو قتلة المتظاهرين إلى المحاكم رغم كل دعوات الشجب والاستنكار الوضع الأمني يؤكد أن هناك مجزرة تحصل في العراق بحق المدنيين السلميين عبر القتل المباشر في ساحات التظاهر أو عمليات اغتيالات صامتة خارج تلك الساحات ولولا تلك المعطيات لم نأتي هنا بيأس من أجل الحصول على المساعدة لتحسين الأوضاع الحكومة تتشكل الآن ولم نرى أي مما يطالب به العراقيون الحكومة الجديدة تمثل إرادة الميليشيات محمد علاوي رشح من قبل مقتد الصدر هادي العامري وكلاهما قادة ميليشيات وإذا هتف المتظاهرون ضد ذلك تطعنهم الميليشيات في نومهم أو تقطع رؤوسهم نعم